طبعا أنا أكد مساء الخير عليك طبعا زميل العزيز أمير الشام كل التحليك ولكل مشاهدين وكل جمهور النادي الأهلي أهلا بك يا كريم طب مننا أنا واضح في الخلفية وراك أن في تدريبات النادي الأهلي في هذه اللحظات لكن مجمل المعسكر ماشي إزاي ماذا يعني الجودة أو ماذا التأثير الإيجابي اللي كنا مستانيينه من المعسكر ده من نسبة كم في المية قدرنا نحقق هذا الجانب الإيجابي استعدادا لمرحلة أهمة جدا أو مباريتين مهمين جدا سوبر وكاس مصر بالتأكيد طبعا زميل العمير في البداية نقدر نقول يعني الحماس والجدية هو شعار المرحلة وشعار معسكر فريق النادي الأهلي التركيز كبير جدا مع الكل الحقيقة يعني الكل بيشتغل في كل اتجاهها يكلمك عن الدكتور عبر حمان مثلا استشارة تغذية بيقوم بأكبر طاقة عنده طبعا لأنت معك 27 لعيب فيه معسكر مهم جدا طبيب النادي الأهلي أحمد أبو عابلة ودوره المهم جدا طبعا ومتابعته المستمرة مع كل اللعبين مسماني كبير مخلطة الأحمال كابت سامي أمسان كابت ساعد أبو حفيز الجهاز الفني بالكامل الكل الحقيقة بكتاعت بشكل كبير جدا لأنه دي انطلاق أمير بالنسبة لنا وبالنسبة لعيبة تلاحهم كبير والفترة والهيلة شوية لكن ده هتبقى فترة أعداد للمباريتين طبعا زي ما احنا عارفين وهي مبارات السوبر القادمة أمام طلع الجيش ومنها مبارات امبي ثم بعد كده ننتظر استكمال باقي المباريات وخلاص هنبدأ نخش بقى مباشرة على بطولة الدوري العام ومن قبلها طبعا بطولة دوري أبطال أفريقيا فالحقيقة مؤسكر مهم جدا لفريق النادي الأهلي ومهم للجميع الجدية موجودة بشكل كبير جدا مع فريق النادي الأهلي في التدريبات الحقيقة بيتسو مسماني المدير الفني مع الكابتن ساعد عبد الحفيز الكل بيحافز العيبة بشكل كبير جدا الحديث عن أهمية المؤسكر أهمية المباراة مباراة البطولة أنت عارف أمير بيقول لها حسابات خصصة طبعا مع الجهاز الفني المباراة البطولة بيكون محتاجة تركيز من أول ديئة لآخر ديئة تحضيرات وترتبات فنية على الأعلى مستوى وده الحقيقة اللي لمسينه حتى هذه اللحظة فيه معسكر فريق النادي الأهلي لكن كمان أمير عايز أكلمك من ضمن طبعا التركيز الكبير والحافز الأكبر كمان هو وجود الكابتن محمود الخطيب الحقيقة يمكن وصل من لحظات بسيطة جدا لمعسكر فريق النادي الأهلي لمؤذرته المعتادة والمسندته الدائمة لفريق النادي الأهلي الحقيقة أكيد كابتن محمود يكون متواجد مع فريق النادي الأهلي على مدار الأيام القادمة مرورة إن شاء الله بيوم المباراة وهي يوم الثلاثاء اللي بنعمل إن شاء الله بإذن الله فريق النادي الأهلي بتركيزه الكبير وبالحماس وبالتاكتك الحقيقة اللي يمكن في هذه اللحظات تبيتسو موسيماني بيأكد عليه وشغال عليه بشكل كبير جدا كل أمير الحقيقة ظهر بشكل كويس عايز أأكد كمان على أكثر من نقطة وهو الوافدين الجدد على فريق النادي الأهلي سواء ميكي سوني طبعا اللي بنتمنى إن شاء الله يكون لدور مميز جدا واضح اجتهاد وتحركاته رائعة وممتازة مع فريق النادي الأهلي الانسجام ده أمر مهم جدا وإحنا عارفين طبعا كل العيبة اللي بتكون داخل على فريق النادي الأهلي بتحتاج انسجام جدد الحقيقة واضح تركيزه الكبير بنعمل يكون لدور في هذه المباراة سوافق التشكيلة الأساسية أو على دكة البدلاء أحمد عبدالقادر عمار كل اللعيبة الحقيقة الوافدين الجدد تحديدا وأبأكد عليهم لأن احنا التوليفة اللي كانت معنا والكوكبة الحقيقة من نجوم النادي الأهلي اللي كانت معنا متواجدة وحصلت على البطولة التاسعة والعشرة مش هنقدر نتكلم معنهم على قد ما نقدر نتكلم بقى على دوافع جديدة لعيبة قادمة محتاجة أن هي تكون فيه مساندة لها بشكل كبير الكل بيقوم بدور كبير جدا في معسكر فريق النادي الأهلي بإذن الله يا كريم أنا عايز أسألك بس على الإصابات أكرم توفيق كان خد كادمة في المباراة الودية عايز أعرف تطورات الحالة بالنسبة له ومدى جهازيته لخوض السوبر الأفريكي وآخر الجديد بخصوص كمان بيرسي تاو قال مصاب تطورات العلاج بخصوص اللاعب الأمور ماشية إزاي آخر المراحل اللي هو فيها طمنا يعني على ملف الإصابات تحديدا يعني في البداية لو بنتكلم على أكرم توفيق واحد من اللعيبة للرجال أزام بنول عليهم الحقيقة أكرم يعني إن شاء الله متواجد بإذن الله بكل قوة ومتواجد أمير في التدريبات انت عارف أكرم اللعيبة اللي يمكن شتركاتها بتكون قوية لأنه عنده روح كبيرة جدا وعنده حماس كبير جدا لكن بطمناك عليه على أكرم تحديدا متواجد مع فريق النادي الأهلي نتمنى إن شاء الله بإذن الله مع مرور الأيام بس حافظوا العيبة على بعض لأنه انت عارف أمير الكدمات والتدخلات اللي بيكون قوية طبعا بيكون يعني أكيد محدش بيقادر إن هو يتدخل على زميله بشكل قوي لكن الحماس بيكون موجود بشكل كبير لكن أكرم بأكد لك إن شاء الله يكون متواجد مع فريق النادي الأهلي بيرسيتاو يمكن عنده بادلك شوية بقى معنا انت عارف طبعا يمكن كلمنا طبعا ممكن أنت كلمته والناس كلها تكلمت طبعا على الإصابة اللي هو قادم بيها طبعا من بلده لكن الحقيقة للطبيب النادي الأهلي أحمد أبو عبلا والجهازة طبية بالكامل قايم بدور كبير جدا مع بيرسيتاو لعودته إن شاء الله بإذن الله يعني بنسابق الوقت إن شاء الله الفترة اللي جاء كده مع بيرسيتاو ده حديث للجهازة طبية لكن انت عارف فيه تأني بشكل كبير لانت إصابة العضلة الضمة محتاجة تأني بشكل كبير جدا ومحتاجة أيضا كمان يكون لعب عنده القابلين هو يكون يرجع بشكل بسريع مع فريق النادي الأهلي لأن المرحلة مهمة خلال الأيام القادمة أضم كمان مع بيرسي ومع أيضا كمان اللي احنا كلمت عنه طبعا محمود متولي عايز أكد لك أن محمود متولي هننتظره بعد مباراة تقيم بإن شاء الله وفيها جدية وفيها حماس كبير جدا لكن بتدينا أشارة كبيرة جدا إن شاء الله لأن المباراة يوم الثلاثاء القادم من النادي الأهلي يقدر يرفع الكأس رقم 12 اللي هاتخدوا لها بطولة النادي الأهلي بإذن الله تعالى يا كريم أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة الوفية على الهواء مباشرة زميلنا العزيز المميز كريم أحمد مرارس